اشتركوا في القناة عن بعض الرؤى التي تدل على الاستقرار في الأسرة كثير من الناس بيهمها أنهم يشوفوا بعض الرؤى تدل على الاستقرار في الأسرة وأن ما فيش مشاكل في الأسرة ووالى آخر أول رؤية معنا وهي رؤية ارتفاع الزوجة إلى الأعلى في المنام هذه الرؤية تبشرها بالاستقرار في الأسرة إن شاء الله رؤية المرأة المتزوجة أنها ترى تزوجت من خالها في المنام هذه الرؤية تبشرها بالاستقرار إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية الغسيل طبعا كلنا فيبقى عندنا ثياب متاسخة ومرأة تبدأ تخسل هذه الثياب وتشوف هذه الثياب منشورة على حبل الغسيل فرؤية الغسيل وهو منشورة على حبل الغسيل هذه الرؤية تدل على الاستقرار رؤية تناول الطعام بانتظام وإن كان لها أكثر من معنى ولكن من ضمن معانيها لبعض الأشخاص أنها تبشرها بالاستقرار إن شاء الله رؤية المرأة المتزوجة لمادة الخل الأبيض الخل الأبيض للمرأة المتزوجة هذه الرؤية تبشرها بالاستقرار في الأسرة رؤية المصحف القرآن الكريم له معاني كثيرة جدا من ضمن معانيه أنها تبشر هذه الرؤية تبشر صاحبها بالاستقرار رؤية معانقة الأب المتوفي لمن يراها فهذه الرؤية تبشره بالاستقرار إن شاء الله رؤية طهي لحم البقر هذه الرؤية تبشر بالاستقرار لمن رآها إن شاء الله تبارك تعالى رؤية العجيبة وهي رؤية الخوف للمرأة المتزوجة المرأة المتزوجة لما ترى أنها خائفة في المنام مجرد الخوف بغض النظر بقى عن خوف من ثعبان أو خوف من أسد لا 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 مجرد الخوف في المنام هذه الرؤية تبشر المرأة المتزوجة بالاستقرار إن شاء الله رؤية البواب بواب العمارة تبشر هذه الرؤية بالاستقرار رؤية الاستحمام في الحمام لمن يراها تبشر بالاستقرار رؤية السمك المطبوخ تبشر بالاستقرار رؤية تقبيل يد الأم المتوفية تبشر بالاستقرار رؤية التلفزيون ولكن للمرأة المطلقة أو المرأة الأرملة هذه الرؤية تبشرهما بالاستقرار إن شاء الله رؤية الشبشب الأبيض للمتزوجة تبشرها بالاستقرار آخر رؤية معنا وهي رؤية الحذاء الأزرق في المنام تبشر الرأي بالاستقرار إن شاء الله في محيط أسرته انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته